السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في هذه الحلقة هذه الحقة سوف أتحدث فيها فقط باختصار على مقترح أقترحه على كل من يشاهد هذا الفيديو مقترح يتعلق بحاددة مقتل الشاب المغربي عادل الدغوغي على يد ذلك الشخص في ولاية تيكساس وقد وضعت فيديو بخصوص هذا الأمر تجدونه على قناتي قبل الحديث على هذا المقترح أريد التحدث في بعض الأمور الخاصة بهذه القصة فآخر مرة وضعت الفيديو لم أخبركم بأنه تم توجيه الاعتقال أو تم اعتقال ذلك الشخص لأنه قدم نفسه إلى الشرطة لكن صدرت في حقه مذكرة توقيف الآن تم توقيفه والتحقيق معه في هذه القضية بالطبع هذا الأمر لم يعجب الكثير من أفراد العائلة وأسرة الشاب عادل الدغوغي وكذلك الجمعيات التي دخلت على الخط والذي تريد الدفاع على عادل الدغوغي لماذا تم انتظار 11 يوما أو 14 يوما لكي يتم توجيه تهمة لهذا الشخص يبقى المشكل الوحيد الذي نريد الحديثة عليه أنه هذا الأمر يعني أمر عادي وكما قلت لكم هناك ولايات فيها قوانين يعني ربما تظهر للبعض بأنها قوانين غير منطقية لكن هذا واقع تيكساس فلوريدا وغيرها من الولايات تعترف بستايوغران وهو القانون الذي يرخص لرب المنزل مثلا الدفاع على سياراته الدفاع على منزلها الدفاع على منطقته ظن أن هذا الشخص سوف يشكل خطرا عليه فبالنسبة للأحداث ربما لم نوضحها في الحلقة الماضية فحسب اعترافات هذا الجاني قال بأنه استيقظ الساعة الثالثة صباحا ليستعمل الحمام لكنه حينما كان في طريقه الحمام لاحظ ضوء سيارة خارج منزلي أو ما يسمى في الدرايفوي يعني المكان المخصص لتوقف السيارة أمام المنزل سوف يظهر لكم صورة مثلا ما معناه الدرايفوي فحينما لاحظ أن هناك سيارة والأضواء مشتعلة ذهب إلى مثلا غرفته وأخذ المسدس بمجرد خروجه إلى خارج المنزل سوف يقوم عادل دغوغي بإرجاع سيارته إلى الوراء لأنه كان يحاول مغادرة لأنه ربما كان متخوفا من الأمر ثم بعد ذلك سوف يلحق به الجاني وسوف يطلق رصاصة من النافذة القريبة من منطقة السيارة الذي هو عادل ويرديه قتلا بعد ذلك سوف يعود الجاني إلى المنزل ويتصل بالشرطة ويقول لهم بأنني قتلت شخصا حينما سوف تأتي الشرطة سوف يخبرهم بأنه حاول الحديث مع عادل وأن عادل كان لديه مسدس لكن التحقيقات الآنية بيّنت بأن عادل لي يكون معه مسدس وأن كل ما وجد في سيارة عادل كان هو بقايا الشضايا الرصاص بقايا يعني شضايا الرصاص هي التي خرجت من مسدس الجاني وكل ما وجد داخل سيارته فبالطبع الجاني يريد تبرير في فعلته لكنه أتمنى أن يلقى جزاءه صراحة أمس أو أعتقد 30 من أكتوبر 30 من أكتوبر سوف تخصص وقفة في المكان في دولاس بتيكساس المكان الذي قتل فيه الرئيس الأمريكي جيف كي أو جون في جيرال كينيدي وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي قتل أعتقد في سنة 1963 ففي هذه المنطقة سوف تخصص أو تنظم وقفة للمطالبة بالعدلة لعادل درغي رحمه الله فهذا هو جديد هذا القصة سوف نتابع إن شاء الله هل سوف يتم توجيه التعمى وأخذ هذا الشخص للمحاكمة أم سوف يطلق حال سبيله المقترح الذي أريد اقترحه على الجميع كنت مغربيا كنت مصريا كنت أي إنسان سوف أقوم شخصيا بإنشاء عريضة هذه العريضة نريد من خلالها الحصول على العدالة لعادل الدرغي شخصيا أعود بالله من قولي أنا سوف أقوم بإنشاءها وسوف تشاهدونها في نهاية هذا الفيديو وسوف نسميها العدالة من أجل عادل الدرغي أريد من الجميع الإمضاء على تلك العريضة حتى تصل إلى أكبر عدد حتى يتم أخذها بعاني الاعتبار ونأخذ حق هذا الشاب وحق أي إنسان يعني دهب ضحية بعض هذه القوانين عادل الدرغي يعني لا قدر الله لن يكون هو الأخير أقولها بصراحة ليس عادل الدرغي هو الأخير بل هذه الأحداث تقع في العديد من الأماكن يعني مؤخرة نريد التركيز على قصة عادل الدرغي ونريد الاستمرار في دعم الحساب الذي تجمع من خلاله التبرعات لنقي جتمان هذا الشاب إلى المغرب وكما قلت في النهاية أريد دعم هذه أو الإمضاء إمضاء على هذه العريضة وأن نصل إلى أكبر عدد نتمنى أن نصل إلى أكبر عدد كما قلت مهما تكون أمريكيا عراقيا مغربيا عراق مجنس مغربي مجنس نريد فقط إمضاء على هذه العرضة حتى يستفيد هذا الشاب ويحصل في الأخير العدالة لهذا الشاب لأنه لاحظ بأنه مثلا الأسويين وضعوا عرائض من أجل الدفاع الحقوقهم خصوصا بعد أن بدأ الرئيس الأسبق أن ذاك دونالد ترامب بتوجيه تهم إلى الأسيويين على أساس أنهم هم من جلبوا كورونا إلى الولايات المتعدة الأمريكية ولاحظتم العديد من الاعتدال التي تعرض لها المهاجر من الأصول الأسيوية هذا كل ما يتعلق بهذه الحلقة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة